أهلين وزيحة بكم جميعاً أتمنى أن أموركم طيبة أتمنى أن كل من يفعلوا واحدة جميلة طيب فإنسان الحمد لله عدينا 1500 ألف مشترك أنا ما أعتبر مشترك أعتبره 500 شخص يعني ثقة ومسؤولية وحاجات كتير جداً فأتمنى كثيراً على كل هذا الحماس كل هذا الثقة كل هذه التعليقات كل هذا الفيدباك الرهيب اللي قاعد يوصل على مدارة دقيقة ونعم برحمان كمل استمر إنه شيء جميل فعشان كده حبيت رجعب على عشرة أسئلة وفتتني ومنها أسئلة كده عميقة ومنها أسئلة كده غريبة ما لها أي علاقة بالموضوع حجاوب عليه وبنفس الوقت حقدم حاجة ضخمة بإذن الله حتكلم عنه في فصل فيديو فأول سواء عندنا من أحد يعني مجهولة اللي اسم بيوزر حقه MABV قال ليش ما تتكلمينك صراحة السؤال حلو وحس إنه من أكبر الأشياء اللي أتكلم المبديد في البداية أتكلم عن اختبار الآيلس في 2014 كان سيقول أنت إش قاعد تسوي أنت قاعد تقدم اختبار الآيلس محتوى عنه وحاجة بمستوى عادي وتتكلم عنه باللغة العربية يا أخي إلي بغي تعلم إنجلش سيذهب إلى إنجلش يعني كان دائما ردت فعل حتى لدرجة منه بعض أفراد العائلة حقه يعني مو أنه أعداء اللي يحطم يقولك أنت إش هتكلم بالعربي قاعد تشصح اختبار الآيلس والإنجليزي كيف كده فأنا جدي متفاهم ما وأي أحد يفكر زي اليوزر نيم هذا والشخص هذا أو الناس اللي كانوا حتى من عائلة اللي يفكروا زي كده لكن أنا يعني أحس إنه بداية قصة هذا القناة ما بدأت أنا أبغى أصير مدرس رغوة إنجليزية أو أنا مدرس رغوة إنجليزية والآن أبغى أحط فيديوهات في اليوتيوب فالقناة جاية من تجربة أكثر من خبرة يعني هي كانت أنا عانيت فأنا حكرت إيش الشي اللي كنت عبد الرحمن تعاني مني يعني أنا رجعت خطوة يعني أنا الحمد لله لما بعد المعاناة كل هذه ووصلت لمدرئاش وحقبت الحمد لله وصلت المرحلة مبصوص بيهم قلت إيش الشي اللي كنت تتمنى تعرفه يعني إيش الشي اللي كان أخذ منك ستة أشهر عشان تعرف إنه اللغة ما هي حفظ اللغة هي ممارسة الشي الموضوع هذا تعبني أرقني جدا ومستواه كان ضعيف يعني إذا أحد كان يقول لي بالإنجلش وشرح الموضوع أنا كنت بعاني فبالرغم منطقية النقد هذا وصراحة قوة وكمان يعني منطقي النقد هذا قلت إنه لا خليني أنا أركز على تجربة وأنا مريت فيها وإن شاء الله يكون في شخص واحد زيي فهذه كان السواب الفيديو الأول من الفيديوهات الأولى في 2014 و15 ومن نهاية يقول لك أنا كنت زيك أوه أنا كمان ما أعرف وفي البداية فعلا كانت صديق مضاربة يقول لك هذا الشخص قاعد يتكون بلغة عربية ومالوية علاقة بالموضوع وسخيف جدا وبالتاني يقول لك لا أنا أحتاج هذا الشي أنا بالضبط كنت أدور على أحد يشرح الموضوع لأنه إحنا لسا ببداية المشوار وبداية طريقي ولما الواحد يعدي المشوار دي حين تجد تسوي تبغاء بالإنجلش فهو في البداية بنحتاج يعني أحد يقول لنا بشكل بسيط طيب السؤال التاني يجي من TJ5SY يقول لك فيديوهاتك رائع على كل اليوم أنا بدي أتعلم إنجليزي وما عرف كم فين أبدأ كيف أبدأ هل ممكن تقول لي طيب فقبل يومين حرفيه من تصدير هذا الفيديو يعني لحظة البصور فيها قدمت أضخم حدث للتعليم اللغة الإنجليزية بخمسين ألف شخص مسجل حدث واحد لايف لمدة ساوز تاوز 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 يعني فيه أحداث قدمتها بس كان عشرين ألف شخص تلاتين ألف شخص أربعين ألف شخص هذه كسرة الإرقام عندي فالورشة كانت تركيزها إنو كيف الواحد يتكلم الإنجليز بطلاقة بساعة واحدة يوميا من الصفر فذا وزنسين يعني حاولت إنو أجمع كل اللي أعرف واللي جربته واللي سويته عن نفسه جربته مع الآلاف والملايين من الفيديو وعطع عشر حلطيته في تسعين دقيئة بعدها طبعا لسه ما شاء الله كان الحرفين وزنسين فاليس بكبير مراسك عبد الحب ما قدرنا نسجل خمسين ألف عشر ساعات نبغى 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 ففكرت من هناك إنو خليني حولها إلى كتيب يلخص هذا السميع أسرار الإنجليش في مكان واحد في كتيب واحد فاشتغلنا بعد أربع عشرين ساعة على مع الفريق إذا يعني معنا كنا مكسورين تعبانين بس قولنا لا تستويت هي حاجة مرة قوية يخلين لخصها مكان واحد فهذا الشي يعني لخص لك كل المبادئ كل الأشياء كنت أتمنى أن أعرفها في قراءة بل مدة نصف ساعة ساعة بالكتير حتكون خلصة لكتيب فما حبيت أن أطول على الفاضي أشرح فيها الطريقة أشرح كيف شخص يقدر يبدأ بخطة مذاكرة يبدأ فيها فإذا كنت تشعر إنه شيئا جدا 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 يعني هفين كابل يعني الكتيب من نشر أمس ليل ساعة 11 يعني فإذا إذا كانت تقدر تحط يعني إذا كانت تدخل هناك وتسجل بدون أي مقابل بالمجال المكامل فالرابط موجود تحت وهذاك حديدت الإجابة للسؤال حقك إنه كيف أبدأ تعلم الإنجلش من الصفر طيب فلحني لسؤال الثالث السؤال يقول من خالد ذكرت إنه ما عندك أصدقاء إيش السبب أنا ناس اللي اللي يعني ما عرف ممكن انطوائي ممكن مرة قريبة من عائلتي مثلا يعني أنا كذا فأحب أن أعيش في يعني ما أنا شخص أبعيش في القهف حرفين لوحدي فأنا كذا دائرة صغيرة جدا اللي هي العائلة فأعتبر أصحابي أصحابي هم أمي أبوي زوجتي بنتي خيلاني شوية أخوي فتتت فأحرفين الموضوع أني ينتهي هنا فهي الجماعات العائلية اللي أنا بأكتفي بيها وما أحس إنه يعني تعرف الناس اللي يقول لك أدفين الفلة والوناسة مع الأصحاب أنا ما أحس بمتعني ما عندي ما عندي الطعم هداك ما عرف ما عرف فأحس بيتودر أكتل وما أحس أجهز قدام ناس أحس يخيش أتكلم مخي ما في أفكار ما عرف أتكلم حرفين أنا أمس روحنا كذا متقابل عند أحد أنا جالس يعني طوال الوقت أنا قاعد أقول أنت ساكت مرة أنت ساكت مرة أنت ساكت مرة أكلنا 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 أطلع عليك موضوع أفكر بحاجة فأقعد أكره نفسي طوال الوقت أنا كنت أقول إذا كنت أسطع فيديو يوتيوب أو أتكلم مع مثل مع أمي وشيء كذا كذا كأن أسهلي بمليون مرة أو كنت أروح أسافر لمكان أسوي يعني بالنسبة لي المتعة والراحة ما هي في أصحاب ما أعرف وهذه حاجة ما أعلم لا أعلم لذا كان هناك علاقة أصحاب طفولتي لكننا لا أعلم إلى اللذي طيب 그건 قبل أن نذهب للسؤال الرابع دعوا لي ما أرجونا طيب الفترة الأخيرة كانت فترة بالنسبة لي فترة خرافية لأنه من بداية عشرين قلت عبد الرحمن أبغر أن أركز عدريك الإنان بل لأنه تلقى سبع سنوات بأخب عص عام عام عشرين و... سبعة سنوات، ثمين سنوات مركز على دريق الآيالس و دريق الستيب اللي هو اختبار الآيالس و اختبار الآيالس واليوم قونات قنوات من الفصلة، كذلك مهتم عندك هذيك القنوات طبعاً فأغلب الناس يعرفوني بعبد الرحمن الآيالس أكثر من عبد الرحمن انجليش بس قلت يعني كل اللي كان كنت قدرت أدي وقت ومجهود لا لهايه في هذور المشروعين الآيالس والستيب فقلت عبد الرحمن ونسبة كبيرة من الناس قاعد قوله أنا أنا بتابعك عشان الإنجليش مو عشان آيالس نسبة هذي نسبة بذل تزيد بذل تزيد قاعد كل واحد قاعد يقولي نفس الشي بيقولت طب خليني أفصل المحتوى داك وركز على الإنجليش بشكل كامل فمن من نص عشرين 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 تحديداً أديت ضرب القاضية وركزت بشكل نهائي في اليوتيوب تحديداً والحمد لله في فترة بسيطة يعني أتوقع سلال يعني أغلب ماشاء الله مشترك أنتو تتابعتوني فترة مرة قريبة مو من سنتين أو ثمانية سنوات أو سبع سنوات فاحتفالاً بهذا الحدث الرهيب أو المرحلة الرهيبة هذي حبيت أقولكم شكراً 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 على هذه الثقة إنو أنا بالنسبة لي إنو من الناس اللي ما أضغط على زر اشتراك نهائياً ممكن مرة في الشهر أداب أحد فهي ثقة يعني أنا أعرف الزر هذا كبير وما هو الزر هو عبارة عن إنو أنا أحس أن هذا الشخص مو كيساعدني فتعني لي كتير اهتمامك ومشاهدك فيديوهات إنك تقضي وقت من حياتك تتفرج على هي مسؤولية وهي ثقة أقدرها جداً 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 ويعني سبب ما شاء الله نجاح الشيء اللي قعدي أمشي عليها هو ثقتكم وحماسكم بشكل يعني أكثر من المتوقع فك حاجة بصيطة أقدر قولكم فيها شكراً حبيت أجيب فكرة سحب مختلفة شويتين عن اللي أنا سويها إنو أقدم كل هذا الأشياء لفائز واحد يأخذ كل هذه الحاجات تتشحلوا، توصلوا في تقريباً كل أي مكان في العالم معادي بعض الدول اللي ما قدر تحكم من أنها توصل لك فالفائز هداك حاخد تسعة أشياء مع بعض فأول حاجة تكون المقل المفضل حقي اللي يفهممت بنفسي فإيبالك تقريباً، 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 تقريباً فإيبالك تساعدك أن تقول إنك باضع، أو تقريباً، أو تركز والشي التاني هي كتاب العادات الذرية النص العربية منه حفين الفترة الأخيرة اللي تعجي عبارة عن استمرارية وحاجات بسيطة يستمر عليها، أركز عليه كتير من واحدة الكتب اللي مبادئ حقيتها قاعدة تلعب في كل حاجة قاعدة تسويه والكتاب الثاني، والكتاب الثاني والثالث هيكون عندك كتابين من مكتبة رواية أوكسفلل بوكورمز حسب مستوىك فتقول لي مستوىك، الفائزة داك حسى لك إيش مستوىك؟ بنانا عليه حشحن لك أقوى كتابين اعتمد على مستوىك بنانا حشحن لك هذه الكتب بس هي أفضل طريق لتطوير القراءة واللغة الإنجليزية بشكل عامل إنها مصادر رهيبة للمدخلات وتحديداً القراءة طيب، وبعدها عندنا الشي الرهيب كيندل فكيندل هو عبارة عن أداة قراءة رهيبة بطارية تبقى معك ستة أسابية وتقرأ منها كل حاجة بدون مشتتات وأريح على العين بعشرات الأضعاف مقارنة بالجوال فهي ذكر أنه أداة إنتاجية لا نهائية، يعني ذكر أنه مكتبة كل هذا المكتب الوراية كلها في وكان واحد وبنسعك بدون مشتتات يعني إنقرب الجوال انت عارف فهي نادرة ما دو سبط وكمان راح يكون عندك الدفتر المفضل مع القلم مفضل في حياتي فهذا القلم أبوي كانت تستخدم كتير فأنا صاركت منه في البداية وتعلمت بأن هناك صار لي بثمانية عشر سنوات تستخدم كتير فهي جزء مميزن نوتبوك دائما كل مرة أشتريه من مول سكيني فهي ساعده في إنتاجيه وكتابة الملحظات وإلى آخره أخر حاجة أو قبل أصول حاجة هو ماكبوك إير الجديد اللي هو بالمعالج الرهيب لدرجة لماكبوك الكبيرة والدسكتوب الكبيرة ولا شي مقارنة بالماكبوك الجديد بمعالج M2 بمعالج الرهيب البطارية تشحنها حتى بالبطارية البطارية تبقى لعشر ساعات والكاميرا حقيتها كويسة درجة بعض الحال ما يحتاج استخدم الكاميرا في بعض الورش عامنا زي كده لأن الكاميرا حقيتها أصلا كويسة فهي جهاز ماك في جهاز ماك مافي فيروس هاد أسرع ويتفك وتفتح وتشتغل في ربعة ثانية فهي جزء ميزن والأحدية التاسعة راح تكون دورة انت تختارها من دوراتي المكثفة اللي قاعد يقدمها فعندك خمسة دورات أبقى تختار منها الدور اللي تبغاها وحقدم لك يا بنيون أي مقابل كل هذا الاشياء لفائز واحد وشيء سيكون انسين فإذا محتمى اشترك تحت في السحب الرابط موجود عندك ادخل هناك اشترك في السحب سيكون شيء انسين اشتمر كم يوم وبعدها راح ايوه سيقفل السحب وبعدها كم يوم حالن بالنتيجة وحالنها في ملصات التواصل طيب فقدر الهجم على السؤال الرابع السؤال يجي من يوزر HM6TZ يقولك لماذا تحرك يديك طيلة الحلقة طيب وعلى من الناس اللي ما 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 أحس أنا أحس أنه هذا الطريقة أنا أعبر فيها فلا أدخلين أحس أحس أنه طبعا كانوا عندي سلوب في البداية طبعا قدام الكاميرا كأي أحد في رحم أصلا أنا شخص انطواي فخاف أتكلم قدام أي أحد غير إنه لما أتكلم قدام الكاميرا بالنسبة لي كان زي كانوا زي كانوا بتكلم أحد فعوت نفسي كنت دائما أشوف الفيديوهات الناس يتكلموا فيها بشكل فصيح يعني زي كانوا قعد أتكلم قدام ضيوف كده فشكله كده ما تكفل إلي أنت منغلق منتف أو الطاقة حقيته كده مكفولة جوه فكنت بنفسي أطفش من هذه الفيديوهات يعني إذا في عندي درس أحد يشرح لي لغة الإنجليزية زي كده فأنا أفضل إنه ما أروح في مدرسة أحسن يعني إش الفرق وأبغى أبغى بديل أفضل أبغى وبنفس الوقت يعني يعني بدايتي مع الآيوز اللغة الإنجليزية هي بالنسبة لي ما هي قصة يعني حب مع اللغة الإنجليزية وأبغى تعلمها وأبغى أشتاز اختبار آيوز الشيء هذه علاقة كورفة بالنسبة لي عشان أواجه يعني بدري أحس إنه لازم تكون عندك طاقة عشان تكسر هذا الشيء وعشان يخلي الموضوع يعني أكشن شوية ممتب شوية إيجابي شوية فأنا يعني حطيت من البداية أن عبد الرحمن الماء أبغى أكون صانع محتوى هداك المؤمن أبغى أكون صانع محتوى يعني يوصل لك يعني بطاقة فأنا بالنسبة لي I want to give as much energy يعني حرفين يعني قبل ما أصور أنا أتأكد أن أكون يعني لا كنت أعبان وأتأكد أنه عندي الطاقة الكافية يعني في أيام أنا كنسل فيها تصوير أنا ما في حي مو عشان تصوتي مو عشان شاكلي مو عشان شعري مو مزبوط والشيء الوحيدة اللي أفرق معاي في صلاحة بحتوى قبل ما أجلس قدام الكاميرا بذر حمال هل عندك الطاقة هل تقدر تصرر فأنا بنسبة أيو صراخ أنا ما بصررس بس إيو وفي دهاتة زمانة اللي كنت حرفين أصررس وأنا كنت يعرف اسلوب غريب هذا هو عدو اسلوبي في يعني وناح إلى الآن أحس أنه كانت خطوة ناجحة وأحس أنه هذه هي طبيعة لما أتكلم أي الطريق يعني إذا يبتك قدامي بشكل حقيقي أنا صعب أتكلم عقب لهذه الطاقة أنا ماني متعودة من طوائي شوية المكان الوحيدة بتتكلم في بهذه الطاقة هو قدام أهل يعني أخوه أخواني أمي أبويا زوج أنا بتتكلم بهذه الطاقة قدامهم قدام الفريق لأ أنا أحذب كثير جدا من قدام الكاميرا وقدام أي أحد إنسان حقيقي يقولك أنت نفسه بس أنت أنت مرة هذه أنت مرة ما هو زي الكاميرا فأنا بيسمي الكاميرا هي جزء من العائلة أكثر من إنه شخص بعيد أو ما أعرف طيب فهذا كان بس السؤال يعني سؤال عنيق شوية روح سؤال البعد فالسؤال يعني قوله لا أفهم كثير الكلام اللي ينقلي بس مشكلتي ما أعرف أتكلم أعرف ترتيب الجمل بس أتوقع التوتر وخوف من إنه أحد يضحك عليه وينتقدني أو إنه ما أقول لها صحي طيب فعندنا هنا يعني مبدأين المبدأ الأول مبدأل عشرة أضعاف فتبقى المدخلات تكون عشرة أضعاف المدخرجات يعني أنا عشانا أتكلم مثلاً يقول لك كلمة هي معناها لا واعي أنا أول مرة تيجي لي كلمة سأقول أشداش شاي فحترجمها في أول مرة أنا بجد في معنى في مرة الثانية أنا حنس المعنى بس هترجم مرة الثانية حقول آه أوك خلاص في مرة الثالثة لما تشوفها في المدخلات تسمع برنامى صوتي أو تقرأ في المرة الثالثة هي دوبك حتتذكر المعنى مستحيل تتكلم في المرة العاشرة لما خلاص الكلمة بالنسبة ليك صارت في المدخلات بسيطة إذا تسمع المرة سابعة إنت خلاص في ربع ثانية تعرفت المعنى في وقتها لما تسمع الكلمة المرة العاشرة وقتها يحصل يتكلم طبيعي جدا إن المدخلاتك تكون أقوى من مخرجاتك والمفروض تستمر في تقوية المدخلات لا توقف هناك لأن المدخلات لازم تكون قوية وتستمرها تكون قوية الشيء الثاني إنت عليك تطور مهارة المحاثة فمهارة التعبير لازم تكون قوية وأوضل طريقة للتعبير إنك تحرط لسانك من خلال المحاثة الحرة أو إذا عندك أحد يتكلم معها حلوة أو عندك تطبيقات في فيديو كامل يتكلمت عن هذا الموضوع أنا كيف سيطور المحاثة عندك بس لنبدأ الثالث وحس إنه هذا صلبة السؤال يقول لك إنه ممكن تسويت كل هذور الحاجتين قاعد تسمع مدخلاتك عشر أضعاف وإنت قاعد تتكلم كل يوم لكن عندما تتكلم وقدام الناس تتسكت فهذه مشكلة شوية برا اللغوية أو يعني برا الإنجليش إنجليش هي مشكلة إنه إحنا نخاف إنه نغلط وإنه مشكلة في التعلم بشكل عام إنه إحنا في البداية إحنا نخاف الناس تحكم علينا نخاف إنه أحد يقول لك آه شوف الغبي هذا شوف هذا المبتدى مسكين وعمره مثلاً 30-35 سنة وإنت لسه تغلط أغلاط بسيطة أنا أحسن منك فإنك تتحس بالضغط اجتماعي من حكم الناس عليك أو إنت كمان تفكر مع نفسك بشكل أسبوع كمان فإنك يا تنتقد نفسك وتخلي الناس يعني ينتقدوك وهذا بيقول لك أوكي خليني ما أغلب خليني أسكت بس المشكلة هذه الحل حقها إنك تكون ثقة تمارسة ثقة زي ما أسميها فممارسة الثقة تكون بإنك تتكلم قدام أحد سواء كان دولة صحة مجموعة من الناس سواء كان في المواقف اليومية في المطاعم الموضة ضروري تتكلم قدام الاجتماع الكبير وتغلط قدامهم فإنت ممكن تستغل الأشياء اللي فيها خطورة أو فيها نسبة تفشل قليلة شوية زي المطعم ما ذاك الرجال هتشوفه مرة واحدة فيها حتى لو خبصت وقلت اللي تبغاه هو إيوة يعني خلاص غلط فإنت شوية شوية بتبني هذيك الثقة لأنه الغلاط هذه عمرها ما رح تختفي هي حتبقى أو حتزيد فالطريل الوحيد أنك تفك قرورة الغلاط حقتك وتفضل قرورة في أسرع وقت ممكن لا تنتظر أربعين سنة قدام لأنه أربعين سنة حتيجي وإنت الأغلاط عندك لسه حتكون موجودة وإنت حتكون في مكان تتمنى أنه ما كنت تغلط فيه الآن مثلا نفترض أنك أنا مثلا عمري 25 سنة في مثلا الآن بشكل إذا ما كنت صانع محتوى كنت حكون شغالك مثلا مبرمجة وشيزة كده في الشركة يعني على مستوى متوسط فقالة في اجتماعاتي إيو وأنا باو عجبني الوضع لأنه بغلط لكن إذا عمري 45 سنة قدام أطفالي حكون مسؤول القسم التقنية ومدري إيش فحكون مسؤول أكبر لأنه المهنيين طبيعيين ثبرة تح تزيله حتطور أنا ما أبغل أن يكون عمري 45 سنة أغلط نفس الغلاط التافة اللي ممكن أغلطها الآن فقدما غلط بدري قدما سددت الديون أسرع وقدما انتظرت قدما الديون حتتراكم عليك ويكون تزيل أهر شبه مستحيل وحتكون معلق في سجن الديون هذي لأنه هي ما حتفكك كل مرة تحاو تتكلم تخاف مرة ثانية وتخاف مرة ثانية وعمرك 70 سنة وثانية سنة ونقول إذا أنا كنت تعلمت اللغة الإنجليزية وكسرت هذه الرحبة أنا كنت حكوم في مكان ثاني لا سمح الضاب فما نبقى نكون في حداك الجزئية وهذه نصيحة أو جابت السؤال بشكل من القلب شوي طيب السؤال البعض يجي من فارس يقول السلام عليكم أنا بدي أتعلم إيجليزي عندك كورس أو عندك دورة فأيو هذه هي الدورة فاليوتيوب بالنسبة لي هي يعني عرفين إذا انت كده جمعتها كده هي دورة لوحدها وحاول أرتب المحتوى قد ما أمدر التويتر عندي والثريدز اللي قاعد ننزلها عبارة عن مصدر مهول جدا كتيب اللي اتكلمت عنه قبل شوية كتيب في التعلم الانجوش الطلافة والأسرار هديك السبعة Is an insane مصدر فحسب الطريقة إذا انت حب تقرأ روح للكتيب إذا حب تشوف فيديوهات 100% عندك هذه الفيديوهات وانا مستمر أو إذا تحب شيئات صفيفة كده تعبي وقتك فعندك الانستغرام بنزل ريز تيك تاك فأنا بحاول إنو أدي كل اللي أقدر عليه أسماش إذا كان بدوني مقابل فهذا هو تعريف الدورة بشكل البداعي لكن في نسبة كل عبد الرحمن شكرا أنا بستفيد بس أنا ما أبغى هذا الشيء أنا أبغى أحد يأخدني خطوة بخطوة أبغى أحد كده أخدني step by step داثلت يعني يعني ما يشوح لي لأبغى أخدني كده اليوم الأول سوي كده يوم التالي سوي كده فبدا مو أحد يقول لي كيف أتمرن أحد يمر يعني ويكون مدرب الشخصي حقي فهذا المبدأ هذا اللي بدأت تيجيني من 2018-2017 فمنها يعني من هذيك الفكرة بديت مبدأ الدورات المكثفة فبديت دور المكثفة IELTS بعدين روحت ال step بعدين التأسيس في الانجلش بعدين طلاقة الآن صاروا خمسة دورات مكثفة قاعد أقدمهم كل دورة تقريبا أخذت مني فوق السنة عشان أبنيها وعشان توصل في هذه المرحلة عشان توصل لمرحلة أنه أقدر أقول لك بشكل حقيقي لأن هذه الدورة ستأخذ الخطوة بخطوة إلى نهاية يعني هي ما هي دورة منذ السبوعين وقول لك أمشي لوحدك أو أعلمك بيتين كريم وقول لك أتمنى أنك استفدت هي ما هي دورة فعالية دورة نتاعج هي دورات توصلك أنك تأسسك مثلا بشكل كامل إنها تخليك بلبل إنجلش فلويد في الإنجلش بشكل كامل بنهاية الدورة وليس بعدين وليس بعد ستة سنوات قدام فهي المبادئ يعني هي المبادئ بشاركة بدوني مقابل الطريقة بشاركة بدوني مقابل لكن أنا بأخذك في هذه الخطوات بخدمات متقدمة من فريق موجود من نيريف سبيكور فشياء كتيرة حطيب ورقية في الدورات المكثفة فإذن تمنى هذور الناس الوقت الضيق تحتاج أن أحد كده يأخذ السطو بخطوة ويوصل لك أهدف في أجزاء المجهولة اللي ممكن تسويه بنفسك which is fine تأخذ الموضوع بنفسك بس هي حاجة وخدمة للناس مكتمين فيها طبعا عندك الرابط تحت فيها فكرة عن دوراتي أو شاشة الناس بك تختار منها وتنظم لقائمة الانتظار لأنه مقدم هذه الدورات على دفعات لأن كل دورة تأخذ مجهود لا نهائي لكل مشترك إنه فقط الكثير والحمد لله بنتائج ضخمة والسؤال السابع عندنا هذا السؤال يعني لطيف شوي فيه سلا فيه يعني سب وشتف ماشاء الله شيء غاعد بقوة يسأل شكرا على أسلوبك في الجميع في السؤال لماذا كل مقاطع تسلم بسرعة؟ لاحظ لاحقك تسلم بهدوه يا أخي أنا يعني أنا غلطان في هذا الجزئي إيو يعني لماذا أقول أسرح وركات السابع هي سيئة يعني أنا إذا أسمع نفسي سأقول يعني لماذا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسها أفضل بس ما أدري أحسها ما أدخل الجو الثاني أبو أحسها هي من أحد سريبي في الطاقة سيب وقتلك أنا تركيزي في محتوى إنه عبد الرحمان أنا أبغاك تدي كل طاقتك في هذا الفيديو عشان الشخص اللي يكون قدامك يستفيد منها أبو بدري يعني إذا أنا كنت مكانك أنا أحس أحب إن أشوف فيديو في طاقة أعلى من فيديو طاقته لازل شوية لأنه أصلا الموضوع أصلا كريه يعني ما هو حاجة ممتعنا بتكلم عليها فهذا وقت أنا ممكن أهدي الموضوع شوية فهذري سليني أسرع كل شيء يعني زمان أنا كنت مرة سريع حتى كلامي باللغة العربية يعني كلامي العادي مو غير السلام كان مرة سريع ناس يقولك أنا ماني فاهمش قاعد تتكلم عن إيش هذو السبب هل ممكن أغير؟ المفروض أغير يعني المفروض أجيب هناك ولكن نحن نرى السؤال اللي بعده من أمازر ميديا 665 ما أحوالك مع العربية؟ أوه حسنا أحوالي صراحا في النص يعني هي تبدو جدا سيئة لأنه أنا في يعني هنا بتكلم معاك ذيك أنه أنا صاحبك أو أسوء أمري فأنا بالنسبة لي أنا أعف هذي قمة عفويتي في صناعة المحتوى مع اللغة مع أبويا مع جدي لا أنا بتكلم بشكل أفضل بكثير ممنوع وحط كلمات في الإنجليز الآن أبويا شويس يعني ولا كان حرفية على اللي يقول لي إيش هذا الكلم لا يعني كان ينتقدني يقولك وقف يعني شير الكلمات معفين اللغة الإنجليزية هذي خلي كناوك عربي 100% طيب فهذي كانت أشياء يعني إلى الآن يعني أبويا لحد ما ينتقنين خلاصة وعارف أنا في الإنجليز وزي كده بيبلعها شوية بس إحنا متعودين إنه بالعربي اللي يكون بالعربي كويس في المدرسة كويس بالعربي كنت ألقي أشياء كده الرسمية في حفل التخرج كنت قاعد أقر أشياء أنا موكد يعني الآن يعني صعبة الفهم من الشخص الطبيعي بس أحس من وقت الدراسة بالإنجليز والعمل بالإنجليز وأغلب الأشياء اللي قاعد أقراءها الآن يعني أنا شغلي متخلاتي كلها إنجليز الآن لفترة الأخيرة فقط صناعة المحتوية بالعربي لأنه بحاول أقرأ قدما أقدر من معلومات من مصادر عشان تطورني عشان تطور المحتوى أقرأ أبحاثك من مصادر كتب أقرأ أتفرج على الفيديوهات الآن إياهية عن مواضيع قريبة من محتوايا فالي هي أسميه يعني المصادر فهذه منك بسببها إنه الكلمات القوية والفصاحة ممكن نزلت شوية لأسف هل أنا مبسوط؟ مرة ماني مبسوط يعني إذا كان عندي شوية وقت أنا حرجع أقرأ كتب يعني أنا بقرأ شوية بس حرجع أقرأ كتب بشكل مكثف جدا باللغة العربية الفصيحة وأحسن من نفسه شوية من أحسن أتمنى في محتوى أنه أركز على أنه أعلم أستوايا في العرب يعني 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 أعزز اللغة العربية في محتوى يعني حساب الإنجليش بس أحسن أنه إيوه أنت نحوان تتكلم عربي ممكن بعض الأماكن تستخدم من اللغة الفصيحة لأنه هي جدا جدا جميلة هل يا فب هي شعور كده شيء أتمنى أن أتسوي في يوم الأيام طيب السواء البعض يجي من الثاني من نيوزر يقول ممكن تسوي فيديو ليش لما أمارس اللغة من نفسي أحس أنه أتقنها وأقدر أجيب وأعطي لكن إذا شخص قابلني أحس أنه أتقنها فأحس إجابة هذا السؤال شوية محددة عن السؤال القابل إنه السؤال القابل كان يعني بركز فيه على إيوه قاعدة العشرة وضعاف أسمع أكثر استمر في المدخلات فإيوه سأقول إيوه وركز عليها بس أنت يقول أنا أحس أن أتقنها وأقدر أجيب وأعطي لكن الشخص قابلني أحس أنه أنسى كل شيء فغالبا أنت شكلك أنت مستمر على الاستماع مستمر على التعبير في المحاسبة الحرة اللي تكلمت عن فيديو منفصل لكن شكلك أنك ما بيتمارس الثقة ومارس الثقة هي زيك أنك تتكون ثقة أنك تتكلم إنجليش وتشيل هداك الهاجس أنه هناك أحد يتفرج عليها هناك أحد يحكم عليها لأنه إذا ترى ما الذي يتفرج تنسى كل شيء هو أنه يحكم عليها هو مصاح لك رابر هو من جود مخقوق ينتقدني ويحسب أغلاطي فهذا تجعلك أنك تخاف أكثر من أن تكون لوحدك وهذا السبب أن أغلب الناس في مستواتهم تنهار لما تكون قدام أحد تحديدا أنه أحد مهم فيجرس ممكن تتكلم مع صاحب وممكن تتكلم كويس وهذا الشيء ترمان بيصير بس في الإنجليش بيصير في مهارات معينة مثلا إذن في المسابقات المستوى شوي يتأثر فوقت عليهم يمارس المحادل أفتقى معناش نفس الشيء في العربي الآن أتكلم عن الموضوع الآن جيب لي مدير المدرسة أو المدير الجامعة أو المدير العمل حقك ويجيب المدير العامي وتكلم قدامه عن نفس الموضوع لازم تتدرب لي تتدرب على هذيك الثقة عشان توصل أنك تتكلم بنفس المستوى يحتاج الكثير ليس لغة كثق نحن السؤال الأخير حضرة تكلي عام المنتاج فالإجابة إيوة أو لا إيوة أو مبادئة؟ لا دحين طبعا الحمد لله نعم ربنا عندي فريك رحيب بصفهم جدا الحمد لله في ساعدونا في كل حاجة فمن ترتيب الأور من التصوير من الوقت التصوير من المنتاج من التصوير من المنتاج فـ الحمد لله فخور فيهم الحمد لله هذا النجاح ما هو نجاح ونجاح فريق عبدرحمن فـ طبعا كان موضوع كل جديد بالنسبة لي فغالي من الشخص اللي يسأل الغالب في قصدك كيف تتمنتج يا برحمن ماذا تفعله؟ وغالي من هدفك هدف تعليمي شويا هذا نحسد من صيغة السؤال فأنا بدايتي كانت أن الكثير من يوتيوب أبحث يعني طبعا لكي أصنع محتوى في مهارات كثيرة التي تتعلمها مهارة التصوير مهارة المنتاج مهارة التقديم مهارة البحث مهارات كثيرة وهذا الشيء ما هو شيء يعور هذا الشيء بالعكس بساعدني أنا نفترض أنه إذا ما جاء لي في صناعة المحتوى ما أتمنى نفس يعني نفترض أنه وقف المهارات هذه اللي استخدمتها وطورتها حتساعدني في نجاحي مهني كمان في وظيفة أو في مشروع تاني اللي هي هي السرعة التعلمية شكتية فبالنسبة لي بالنسبة للمنتاج كان أزمة كنت أكره المنتاج يعني لما بديت التعلم كنت أكرهه فهذا كانت من أوائل الأشياء اللي فوضتها للفريق أو شي فوضتها الأخوية أخوي فوضتها للفريق فهو 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 طبعا لأنه أنا أشتغل فيها بنفسي فبساعدني أنه أنا أشرف على الشغل أو أقدر أقول أنه لا نبغى نضع أفكت هنا نضع ثرد نضع ثرد نضع ثرد طبعا نصمم بالأفتر فكس فأنا فاهم اللغة وأنا بنفسي عشت تجربة نفسها مع أنه أنا مالية الآن داخلة بنفس القوة بس أنا فاهم ما يحدث يصير وهذا بحمد الله يساعد أنه نطلع حاجة بوقت يصير وبجودة لوعا ما عالي فهو هذا كان السؤال العاشر بخير فكروني على مشاهدتك أنا ما عرف لش كنت تتفرج لدي حين هذا فيديو بس إذا كنت تتفرج I don't know مرة 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 ممتن ل بثقتك لوقتك وأتمنى أنك استفدت حاجة حاجتين أو في حاجة وكذا بدي أدد لك حاجة ما معرف أنا معرف لش الشخص حستفيد بس أحبي حبيت أنه لكذا فيديو ودي ما بتتكلم فيه عن سبعة كلمات تحفظوا معايا أو طريقة مسرية حتى تسليك مدري إيش فإيوه في كل المصادر التي تكلمت عنها موجودة في الوص وإذا حاب تبدأ تعلم نجيزي من الصفر أبدأ من هذا الفيديو It's going to be something amazing and سبحانك الله بحمدك نشهد ألا إلاها إلا أنت نس فروق نتوب إليك في أمان الله مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر